مفيش خيط يعني ما بقاش حكات بقى نفك الغرز امتى يا دكتور والكلام ده الكلام ده بطل خالص اخوانا بقالنا رتحم من الزمان زي ما بيقول يعني ما بقناش بنفك الغرز دي قصة بقيت يعني تقريبا ما بنسمعش عنها بقالنا اكتر من خمس سنين ست سنين عشر سنين كمان يعني ما بقاش حكات الغرز اللي بتتفك والحاجات دي لا بالعكس ده بقيت انواع الخيوط وانواع الغرز كلها وانواع تقفيل الجرحة كله بقيت مواد بتدوب لوحدها ومواد جميلة ومفيش فيها مشكلة وبلاسترات وحاجات خفيفة خالص ما بتعملش اي حاجة عشان كده بعد اسبوع بنفك الغيار للسيدة بعد اسبوعين وبتبتدي تتحرك بقى بشكل طبيعي وتفرد جسمها بشكل طبيعي وبعدها بتبتدي يعني تخش لحياتها الطبيعية في خلال اسبوعين ثلاثة أسابيع بترجع لحياتها الطبيعي مفروض انها تلبس يعني كرسي بعد كل بعد كل بعد ما تعمل عملية منلبس كرسي او مشد او حاجة او حزام بطن حوالين البطن المدة مسلا اسبوعين ثلاثة أسابيع برضو ما بنلبسوش لفترات طويلة مش زي عمليات نحت الدهون وشافت الدهون بس وبالتالي السيدة بترجع بشكل طبيعي لحياتها اهم حاجة في السيدات ديت ان هي بس ما حصلش حمل بعد العملية بسنة وبعد كده تقدر تحمل وتخلف وتعمل هي عزة بشكل طبيعي تاني هل ممكن بقى الحكاية ترجع بطنها ترجع اه طبعا ممكن ترجع تاني لو انت ما حفزتش على نفسك انا بس بقول للسيدات كلها ارجوكي حاجتي ما بتهمليش في نفسك ما تزوديش وصنك وعدين ترجع تقولي العملية يا قص الدكتور ما عملليش كويس لا العلاقة ما لنهاش دعو بالعملية الدكتور ما مش علاقة بالعملية انت الليك يا علاقة بالعملية حفز على جسمك حفز على شكلك ما تأجليش حياتك خمس سنين وسبع سنين زي ما دام حنين عشان تفضلي تعاني لمدة سبع سنين عشان خايفة من عملية ارجوكي اعمليها وانبسطي ان شاء الله على علاقاء اخر بعد